موسيقى مرحبا بكم في رحلة تاريخية فريدة حيث نستعرض سويا قصة وتطور احدى اعظم الامم في التاريخ المملكة العربية السعودية في هذا الفيلم سنستكشف جذورها العميقة ونرصد تحولاتها وتقدمها عبر العصور منذ اللحظة الاولى لنشأتها وحتى يومنا الحالي تعكس السعودية تلاحما بين التاريخ والحداثة هي قصة الرؤية والتحديات التي تظل تلهم العالم بقوتها وتفانيها فلنبدأ هذه الرحلة الرائعة الى جوانب مختلفة من تاريخ وحاضر المملكة العربية السعودية نشأت السعودية على مراحل متعددة والمرحلة الاولى لنشأتها ما قبل الدرعية تعود الى القرن الثماني عشر وقبل ذلك في هذه المرحلة كانت المنطقة تقع تحت سلطة العثمانيين وكانت الدرعية واحدة من المدن الهمة في تلك الفترة ومع ذلك بدأت القبائل العربية المحلية في التمرض ضد الحكم العثماني كانت القبائل العربية المحلية تشعر بالاستياء والاستثارة تجاه الحكم العثماني لعدة اسباب منها واحد التفاوت الاقتصادي كانت القبائل تعاني من التفاوت الاقتصادي والاستغلال الاقتصادي الذي فرضته السلطة العثمانية الحاجة المستمرة الى تقديم الضرائب والجبايات تسببت في ضغط اقتصادي على القبائل دون تحسين في الخدمات او تطوير البنية التحتية اثنين التفاوت الاجتماعي كان هناك تفاوت اجتماعي وتمييز ضد العرب المحليين حيث كانت الحكومة العثمانية تمنح المزيد من الامتيازات والفرص للمهاجرين الاتراك القبائل العربية كانت تشعر بالاهمال وعدم المساواة في المعاملة ثلاثة القمع الثقافي واللغوي كانت السلطة العثمانية تفرض سياسات قمعية ضد الثقافة واللغة العربية تم تجاهل الهوية العربية ومحاولة فرض الهوية العثمانية مما اثار استياء السكان المحليين شهدت السلطة العثمانية في هذه الفترة تدهورا في الأداء العسكري وهو ما جعل بعض القبائل تشعر بأنها غير محمية بشكل كاف عدم القدرة على توفير الأمان والدفاع الكف دفع البعض إلى الشك في فعالية الحكومة 5- الاضطرابات الداخلية شاتت السلطنة العثمانية اضطرابات داخلية وصراعات مما زاد من عدم الاستقرار وأثر سلب على الحكم المحلي يمكن أن يتغير هذا التفاعل من مكان لآخر وفقا للظروف التاريخية والسياسية الفريدة لكل منطقة وفي منتصف القرن الثامن عشر قام محمد بن عبد الوهاد الداعية الإسلامي بتكوين تحالف مع محمد بن سعود حاكم الدرعية في ذلك الوقت توجهوا نحو تأسيس دولة جديدة تقوم على الأصول الإسلامية الصافية وكان هذا بداية تكوين الدولة السعودية نجحوا في توحيد عدة قبائل عربية تحت راية واحدة في عام 1744 تأسست أول دولة سعودية على يد محمد بن سعود ومحمد بن عبد الوهاد حيث تمكنوا من السيطرة على العديد من المدن الهمة في جزيرة العرب بما في ذلك الدرعية وقد شاهدت هذه الفترة توسعا تدريجيا للدولة السعودية وتعزيز سيطرتها على المنطقة بعد تأسيس الدولة السعودية في منتصف القرن الثامن عشر شهدت عدة مراحل من التطور والتوسع في الفترة اللاحقة من القرن الثامن عشر وحتى القرن التاسع عشر استمرت الدولة السعودية في توسيع نفوذها وسط الجزيرة العربية وفي عام 1802 تمكن عبد العزيز آل سعود من استعادة الدرعية بعد فترة من الفرار بسبب الهجمات العثمانية مع تقدم الوقت شهدت الدولة السعودية تحديات وصراعات متعددة بما في ذلك الصراعات مع الدولة العثمانية ومصر في عام 1818 تمت السيطرة على الرياض وأصبحت العاصمة الجديدة للدولة السعودية خلال الفترة الحديثة شهدت المملكة العديد من التحولات الاقتصادية والاجتماعية في عام 1932 أعلن الملك عبد العزيز آل سعود توحيد المملكة العربية السعودية وأصبحت المملكة دولة موحدة برئاسة العائلة الحاكمة آل سعود منذ إعلان التوحيد شهدت المملكة العديد من التطورات في مختلف المجالات بدءاً من التحولات الاقتصادية مع اكتشاف النفط في الثلاثينيات من القرن الماضي وصولاً إلى الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية الرامية إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز الحياة الثقافية والتعليمية تحولت المملكة العربية السعودية إلى دولة حديثة تسعى إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة مواطنيها بدأت المملكة العربية السعودية مرحلة حكم الملك عبد العزيز آل سعود الذي أعلن توحيد المملكة في عام 1932 وفيما يلي نظرة عامة على مراحل حكم كل ملك الملك عبد العزيز آل سعود 1932 إلى 1953 كانت رؤيته متمحورة حول توحيد البلاد وتنفيذ العدالة الاجتماعية والإصلاحات الإدارية نجح في توسيع حدود المملكة وتعزيز السيادة الوطنية لعب دوراً كبيراً في اكتشاف النفط واستخدام إيرادات النفط لتطوير البنية التحتية وتحسين حياة المواطنين كان له دور كبير في اكتشاف النفط والبدء في استخدام الإيرادات النفطية لتطوير البنية التحتية وتحسين حياة المواطنين الملك سعود آل سعود، 1953 إلى 1964، تركزت فترة حكمه على التوسع الاقتصادي وتطوير التعليم والصحة. شهدت السعودية نمواً اقتصادياً وتحسيناً في الخدمات العامة. الملك فيصل آل سعود، 1964 إلى 1975، إدار الاقتصاد الوطني بشكل فعال وشهد تحولات اقتصادية كبيرة في المملكة العربية السعودية. ساهم في إنشاء جامعة الملك سعود والعديد من المشاريع الكبرى، نفذ إصلاحات اجتماعية وتعليمية وصحية تهدف إلى تحسين حياة المواطنين وتعزيز التطور في البلاد. الملك خالد آل سعود، 1975 إلى 1982، اهتم بتحسين الخدمات الاجتماعية وتطوير البنية التحتية. شهدت فترة حكمه تحسيناً في التعليم والرعاية الصحية. الملك فهد آل سعود، 1982 إلى 2005، شهد توسعاً في قطاع النفط وتنويع الاقتصاد. تم إنشاء العديد من المشاريع الكبرى في مختلف المجالات. اهتم بتطوير التعليم والرعاية الصحية. قاد الحكومة في تنظيم العمل الحكومي وتحسين الخدمات العامة. قاد عمليات إعادة التنظيم الحكومي والتطوير الاقتصادي. تميزت فترة حكمه بالتحولات الاقتصادية والتحسينات في البنية التحتية. الملك عبدالله آل سعود، 2005 إلى 2015. حكمه شهد تحولات اقتصادية واجتماعية هامة. دعم التعليم والتنمية المستدامة وتمكين المرأة في المجتمع. اتخذاء إجراءات لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في الحكومة. قاد جهوداً لتوسيع الخدمات العامة وتحسين البنية التحتية. ساهم في تعزيز العلاقات الدولية وتعزيز دور السعودية على الساحة الإقليمية والدولية. الملك سلمان آل سعود، 2015 حتى الآن. يركز على تنفيذ رؤية المملكة العربية السعودية، 2030، التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتنويع الاقتصاد وتعزيز الحياة الثقافية والتعليمية. يعمل على تنفيذ إصلاحات اقتصادية هامة، مثل برنامج التحول الوطني وتحرير قطاع الطاقة وتعزيز الاستثمارات الأجنبية. يسعى لدعم التنمية الاجتماعية وتعزيز حقوق المرأة وتوفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين. يعمل على تعزيز الاستقرار السياسي والأمن القومي وتعزيز دور المملكة على الصعيدان الإقليمي والدولي. ولعهده محمد بن سلمان يشغل الأمير محمد بن سلمان حالياً منصب ولي العهد في المملكة العربية السعودية. تولى هذا المنصب في يونيو 2017 بعد تعيينه من قبل الملك سلمان بن عبد العزيز. وقد قام ولي العهد محمد بن سلمان بتنفيذ العديد من الإصلاحات والمبادرات الاقتصادية والاجتماعية. بما في ذلك رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتنويع الاقتصاد وتحسين جودة الحياة للمواطنين السعوديين. ترجمة نانسي قنقر تطلع إلى مشاركة المزيد من المغامرات معك في المستقبل. إلى اللقاء.